بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم لطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي في قناة جديز ابتدائي أند إعدالي معامل سنة السمة إن شاء الله نبدأ نشتغل من كتاب المعاصر صفحة 112 ناخد الدرس الثاني في يونت 9 الوحدة 9 What could you do? What could you do? ماذا استطعت أن تفعل? ده الجزء الأول من الدرس part 1 في جزء ثاني هو language focused ده تركيز على اللغة أو قعدة من قواعد اللغة vocabulary المفردات listen and repeat استمعوا ورد vocabulary Italian Italian اللغة الإيطالية Italian اللغة الإيطالية chess chess لعبت أشطر CH هنا تنطق chess chess busy busy مشغول busy مشغول able to able to قادر على able to French French اللغة الفرنسية French اللغة الفرنسية أما البلد نفسها France France اللي هي فرنسا France فرنسا month 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 شهر month شهر من شغور السنة cousin cousin ابن العم أو ابن الخال cousin ابن العم أو ابن الخال ابن العم أو ابن الخالة amazed 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 مندهش amazed مندهش الشخص نفسه يبقى amazed مندهش fast fast بسرعة fast بسرعة أو سريع German German اللغة الألمانية German اللغة الألمانية يبقى هنا عندنا في ثلاث لغات Italian Italian اللغة الإيطالية French French اللغة الفرنسية German اللغة الألمانية quickly quickly بسرعة quickly بسرعة جاي من quick quick يعني سريع quickly بإضافة ال--y هتبقى بسرعة أو بطريقة سريعة basketball basketball كرة السلة age age عمر age عمر language focus هنا بيتكلم عن ايه ببساطة كده كل اللي قدامك ده تقدر تختصره في كلمة اتنين كان أو can't 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 هنا الاول يعني يستطيع can't لا يستطيع بس كده يعني هنبدأ الجملة العادية الخبرية بالفاعل بعد كده نقول كان وبعد كده مصدر الفاعل أو can not اللي هي اختصرها can't ومصدر الفاعل كان يعني يستطيع cannot أو can't بمعنى لا يستطيع طيب هنا I can't I can't play I can't play basketball أنا أستطيع أن ألعب كرة السلة هنا بيقول I can't speak italian أنا لا أستطيع أن أتحدث اللغة الإيطالية يبقى 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 الفاعل الفاعل اللي هو I بعد كده كان يعني أستطيع وهنكمل مصدر الفعل هو play يعني الفعل بدون أي إضافات أما هنا بيقول I أنا اللي هو الفاعل can't يعني لا أستطيع وبعدها برضو مصدر الفعل يعني تصريف الأول بدون أي إضافة يبقى للتعبير عن المقدرة على عمل شيء أو عدم المقدرة على عمل شيء هنستخدم إما كان يا إما كانت ولازم يجي بعدهم مصدر الفعل طيب هنا علشان نقول سؤال بقى هنبدأ بيه السؤال ده أساسا يعني السؤال اللي إجابته بنعم أو لا هو معناه السؤال بهل طيب السؤال بهل اللي هو إجابته بنعم أو لا نبدأ إزاي والكان وبعد كده الفاعل وبعد كده سبجيكت هو الفاعل يا جماعة ما يفعش نقول سبجيكت وكمان فاعل ده هو ده يعني مفروض ما يبقاش في زائد هنا خلاص يبقى كان وبعد كده السبجيكت هو الفاعل وبعدها مصدر الفاعل شايفين المثال بيقول كان بدأنا بيها السؤال بعد كده الفاعل وبعد كده مصدر الفاعل هو هل تستطيع أن تتسلق شجرة هيقول طيب لو هو لا يستطيع أن يتسلق شجرة هتقول إيه لا أنا لا أستطيع صفحة 113 بيقول لو إحنا عندنا سؤال بادئ بكلمة استفهام نفس الترتيب اللي إحنا قلناه في السؤال بس الفرق أن أنت هتجيب قبله كلمة الاستفهام يعني هنبدأ بكلمة الاستفهام الأول اللي اسمها بعد كده كان والفاعل ومصدر الفاعل خلاص هدي كلمة الاستفهام هي وط وإدي كان والفاعل هنا وآدي مصدر الفاعل بينكلم مين أحمد ماذا تستطيع أن تفعل يا أحمد أحمد بيرد عن نفسه بيقول أنا أستطيع أن أجري بسرعة في السؤال بتتحول إلى في الإجابة خلاص طيب طيب عايزين نقول استطاع أو لم يستطع يعني هنستخدم القدرة على عمل شيء أو عدم القدرة على عمل شيء بس في الماضي هنقول كد كد يعني استطاع كد لم يستطع فلاص كده طيب الجملة هي بقى ترتبها إزاي طبعا الجملة لازم تبدأ بالفاعل اللي هو سبجيكت بعد كد هنقول كد في الإثبات أو كود نط اللي هي كد في النف وهم الاتنين يجي بعضهم مصدر الفاعل أنا لم أستطع أن أستقل لتبيس لذا اضطررت أن أمشي خلاص يبقى هنا جاب الفاعل وآدي كود اللي هي كود نط لم أستطع وجاب الفاعل كده في مصدر الفاعل كده في شكله في المصدر وكملنا بقى الجملة طيب علشان نجيب سؤال بقى في الماضي بيكود أو بيليسل بيكود معناها هل استطعت طيب السؤال ده هل تبقى إجابته يا إما يسأونه ترتيب السؤال هيبقى ازاي كود وبعد كده الفاعل مصدر الفاعل كود يو رايد بايك وين يو وير فري هل استطعت أن تقود دراجة عندما كنت في عمر الثالثة احنا قلنا السؤال ده اسمه سؤال ايه سؤال بمعنى هل اللي بتبقى إجابته يس أو نو طيب لو جاوبنا بيس هقول يس اهو بعد كده كومة يو في السؤال هتتحول إلى اي في الإجابة اقول يس اي كود نعم أنا استطع طيب لو واقول نو بعد كده الكومدي واقول اي برضو اهي انهي كانت يو بقيت اي واقول اي كودينت لا أنا لم استطع أن اقود الدراجة عندما كان عمري ثلاث سنين طيب علشان نسأل باستخدام كلمة الاستفهام برضو في الماضي يبقى اقول كلمة الاستفهام الاول بعد كده كد والفاعل ومصدر الفاعل يلا نقول سؤال كده ماذا استطعت أن تؤدي او تقوم به عندما كنت صغيرا قدرت تعمل ايه عندما كنت صغيرا قال اي انا بعد كده قد وجاب مصدر الفاعل هو ايه خلاص كده يبقى هنبدأ بكلامة الاستفهام بعد كده وآد الفاعل ومصدر الفاعل وهنكمل هنا بيقول لك لاحظ بيقول نحن نستخدم كان او كانت يعني اما كان او كانت وهي يستطيع او لا يستطيع وكمان استطاع او لم يستطع يعني هنستخدم معهم المصدر بدون تو يبقى كان او كانت كلهم يجي بعضهم من المصدر بدون اي اضافات حتى بدون تو شوف هنا صفحة 14 بيقول بابغاوات نحن قلنا كلمة بابغاوات يعني جمع بابغا طائر البابغا طيب ما لها البابغاوات كان تستطيع ايه بقى طالما في كان بدون منفكر كده ندور على مصدر الفاعل فين المصدر في دول او فلاي فقط مصدر بدون تو طيب هن نمبر تو عشان تبقي البابغاوات تستطيع ان تطير نمبر تو هي هناخد ايه من الافعال دي drive a car تقود سيارة she takes the bus هي تستقل الاوتوبيس وكمان خلي بالك هنا بيقول she takes the bus يعني هي تستقل الاوتوبيس الجملة كده في زمن المضارع البسيط وطالما مضارع يبقى نقول can't هي لا تستطيع ان تقود السيارة هي تأخذ الاوتوبيس اوكي لكن couldn't be في الماضي والجملة هنا مش في الماضي نمبر ثري my brother اخي هنقول ايه من الافعال دي count to ten يعود الى عشرة يعود الى الرقم عشرة when he was to عندما كان عمره سنتين اتنين هنقول can ولا couldn't ولا can't ولا isn't خلي بالك هو بيقول ايه when he was to was d هي verb to be في الماضي يبقى احنا لازم نختار حاجة تعبر عن الماضي من في دول كان لا دي مضارع current ايوة هي دي ماضي بمعنى لم يستطع اما can't دي مضارع لا يستطيع و isn't the verb to be برضو في المضارع من في عايزين مين عايزين colin طيب معنى الجملة هي بقى ايه اخي لم يستطع ان يعود الى الرقم عشرة عندما كان عمره سنتين اتنين نامبر فور last year يعني العام الماضي خلي بالك كلمة last دي تدل على ايه على الماضي we can ولا can't ولا could ولا where travel to africa يعني نسافر الى افريقيا هنقول ايه هنقول we could ليه علشان هنا last بمعنى الماضي last year العام الماضي طالما ماضي يبقى كان وكانت دول مضارع مش هينفعه معانا خدنا ايه خدنا could استطعنا نحن استطعنا ان نسافر الى افريقيا اوكي اما where دي ما تنفعش where لازم يجي بعدها فعل مضاف له here number 5 ايقول i couldn't say anything in german last year but now i ايه ركز هنا بيقول انا لم استطع ان اقول اي شيء باللغة الالمانية العام الماضي طيب but لكن now now دي تدل على ايه على المضارع now يعني الان طالما الفراغ اللي احنا محتاجين نكمله في القملة اللي فيها مضارع يبقى الاختار من هنا مضارع طيب اقول but now i can لكن الان انا استطيع ولا can't ولا could ولا couldn't اقول can عشان يبقى معنى الاملة انا لم استطع ان اقول اي شيء باللغة الالمانية العام الماضي لكن الان انا استطيع لكن الان انا استطيع number six last year العام الماضي he هو انا اخد ايه من الافعال دي run very quickly يجري بسرعة جدا but now لكن الان he can هو يستطيع يبقى عايز اقول لك ان العام الماضي هو لم يستطيع ان يجري بسرعة جدا لكن الان هو يستطيع طيب يبقى عايزين هنا عاجات وعبر عن الماضي can't لا دي عن مضارع could استطاع ولا couldn't ولا كان هنقول couldn't هو لم يستطع لكن الان هو يستطيع واحنا عارفين بط دي للتناقض ناخد ايه نبدأ به السؤال تعزف على البيانو عندما كنت طفلا صغيرا طيب يبقى هو بيسأل عن ايه لما كان طفل طيب لما كان طفل دا يبقى في الماضي يبقى نختار ايه كان لا كان دي بنستخدم ها مع المضارع could يعني هل استطعت لنستخدمها في الماضي couldn't ما بيجيش بقى في السؤال are ده برطبي للجمع يبه هنقول ايه هنقول could you play انا استطعت ان تعزف على البيانو عندما كنت طفلا صغيرا number 8 sorry ايه وهنكمل هنقول ايه ايه هناخد ايه من الافعال دي help you with your homework وساعدك في واجبك المنزلي اي انا مشغول هنا اي 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 في المضارع يعني عايز اقول انا لا استطيع ان اساعدك في واجبك المنزلي انا مشغول طالما مضارع يبقى هنختار ايه كان استطيع لا دي ازاي ده هو بيعتذر بيقول sorry يبقى هو ما يقدر شي يساعد يبقى كان دي مش تنفع انا اي كانت انا لا استطيع ان اساعدك في واجبك المنزلي انا مشغول هنشوف صفحة 115 listen to part 2 الجزء التاني من الدرس التاني عنوانه the travelers and the tree المسافرون والشجرة vocabulary المفردات look and listen انظر واستمع branch of a tree branch يعني فرع of a tree فرع لشجرة يبقى دي افرع الشجرة branch of a tree shelter shelter مأوى shelter مأوى exhausted exhausted يعني مرهق حرف ال H هنا silent لا ينطق ما اقول exhausted exhausted مرهق trunk of a tree trunk of a tree جزع شجرة trunk of a tree جزع شجرة هو ده جزع الشجرة extra vocabulary المزيد من المفردات fable حكاية رمزية fable حكاية رمزية land land earth land earth famous famous مشهور famous مشهور rest rest استراحة rest استراحة country country بلد country بلد أو دولة area area منطقة area منطقة shade shade zl shade zl sh h هنا تنطق sh breeze breeze يعني نسيم breeze نسيم نسيم هو الهواء البارد useless useless يعني عليهم الفائدة useless عليهم الفائدة comfortable comfortable مريح tired متعب tired متعب both both كلاهما both كلاهما لما يكون في شخصين اتنين نقول كلاهما يعني both value value يعني قيمة أو مكانة value قيمة أو مكانة wide wide عريض nuts nuts مكسرات nuts مكسرات كل أنواع المكسرات travelers travelers مسافرين traveler مسافر واحد فقط trader trader تاجر trader تاجر field field يعني حقل أو ساحة field حقل أو ساحة idea idea فكرة idea فكرة hungry hungry جائع hungry جائع ungrateful ungrateful يعني ناكل للجميل grateful معناها ممتن أو معترف بالجميل أما لو ضفط لها البادئة un هي un هتبقى الضد تبقى العكس يعني ungrateful ناكل للجميل يعني لا يحفظ جميل الآخرين probably probably محتمل probably محتمل dry dry جاف dry جاف meeting point meeting point نقطة التقاء meeting point نقطة التقاء نشوف هنا صفحة مية وستة تصريف الأفعال عندنا regular verbs أفعال منتظمة في present زي rest يستريح rested استراحة ضفنا إيدي علشان دفع منتظم enjoy enjoy يستمتع enjoyed enjoyed ضفنا إيدي save save ينقذ save ينقذ أو يوفر saved saved أنقذ أو وفر المال طبعا thank thank يشكر thank شكرا irregular verbs أفعال غير منتظمة عندنا في present زي المضارع give give يعطي gave gave أعطى fall يسقط fall يسقط fill fill سقط wake wake يستيقظ walk walk استيقظ keep keep يحفظ kept kept أفضى important expressions and propositions تعبيرتهم وحورف قرهم move across move across يعني ينتقل عبرة move across ينتقل عبرة fall asleep fall asleep يستغرق سريعا في النوم زي ما احنا بنقول يغرق في النوم fall asleep fall asleep look up look up ينظر لأعلى أما look around ينظر حول look around ينظر حول feel sorry feel sorry يشعر بالحزن أو بالأسى a meeting point for لي عايز أقولك نقطة التقاء لي ولسه هيكمل wake up wake up يستيقظ keep us cool يبقينا باردين يعني ايه يبقينا في جو بارد بتكلم عن النسيم البارد وظل الشجرة يبقي الإنسان يظل في الجو البارد neither of neither of يعني اين منهم neither of اين منهم هنا بقول study these definitions أدرس هذه التعريفات عندنا كلمات وتعريفها باللغة الإنجليزية word الكلمة a breathe a breathe يعني احنا قلنا النسيم ايهو النسيم هو is a little wind هو رياح خفيفة رياح باردة خفيفة useless useless يعني عظيم الفائدة when something is useless عندما نقول على شيء هو عليم الفائدة we can't use it لا نستطيع أن نستخدم حاجة ملهاش لازم ungrateful ungrateful يعني جاحد أو ناكر للجميل when someone is ungrateful عندما نقول على شخص أنه غير شاكل أو أنه ناكر للجميل they don't thank others for doing something good هم لا يشكرون الآخرين على فعل شيء جيد بالنسبة له يعني حد عمل جميل لنا ولو احنا ما شكرناهوش يبقى احنا كده ungrateful ناكرين للجميل comfortable comfortable مريح when something is comfortable it's nice to sit on or where meeting point meeting point اللي هي نقطة التقاء يعني نقطة التقاء somewhere where people meet ايه where where دي نقول somewhere معنىها مكان ما somewhere مكان ما where دي بمعنى حيث people meet يعني هو مكان ما حيث الناس تتقابل فيه هنشوف هنا صفحة 117 main points on listening or reading text نقطة هم في نصوص الاستماع وكمان نصوص القراءة the tree was the only tree in a field الشجرة كانت هي الشجرة الوحيدة في الساحة أو في الحق يعني المسافرون استراحوا تحت الشجرة where there is some shade حيث بعض الظلم travelers enjoyed the shade المسافرون استمتعوا بالظلم and the cool breeze والنسيم البارد in the end في النهاية the travelers were sad المسافرون كانوا حزناء أو حزنين about being unkind to the tree حزنين ليه بخصوص كونهم غير عطفين على الشجرة listen and read استمع وتقرأ the travelers and the tree by i-soup المسافرون والشجرة ليه i-soup once ذات مرة there was a very big old tree in a hot dry land ذات مرة كانت هناك شجرة كبيرة قديمة يعني كبيرة كمان وقديمة في أرض جافة حرة it had lived for many years الشجرة دي عاشت للعديد من السنوات its trunk جزعها was very wide and it had many green branches الجزع كان عريضا وكمان had many green branches به الكثير من الفروع الخضراء it was famous كانت مشهورة because it was the only tree where it lived انها كانت هي الشجرة الوحيدة في المكان and it gave shelter and rest to hundreds of travelers وهي توفر المأوى والاستراحة لمئات من المسافرين as they moved across the country as they moved across the country يعني المسافرون طالما انهم بيتحركوا عبر البلد عبر الدولة فهما بيسترحوا عند الشجرة it was near four towns and many villages in its area كانت بالقرب من اربع مدن والكثير من القرى في هذه المنطقة and was a meeting point for traders وكانت نقطة التقاء للتقار يبقى تقار بيجو من كل البلد دي بيلتقوا عند الشجرة دي اتنين من المسافرين كانوا حديثين او جدات على المنطقة كانوا يمشون عبر الساحة ورقوا الشجرة كان يوما حرا جافا and one of them واحدا منهم واحد من الاتنين المسافرين said قال let's stop under that tree where there is some shade يعني دعنا او هيا نتوقف تحت هذه الشجرة حيث هناك بعض الظلم that's a very good idea حد رد وقال هذه فكرة جيدة جدا said his friend اللي هو صديقه عشان هما كانوا اتنين من المسافرين they rested under the tree هم استرحوا تحت الشجرة and drank some water وشربوا بعض المياه they then enjoyed the shade استمتعوا بظل الشجرة and the cool breeze والنسيم البارد and they were exhausted لأنهم كانوا exhausted يعني مرهقين they soon fell asleep وسرعان ما غرقوا في النور when they woke up عندما استيقظوا one of the travelers felt hungry واحد من المسافرين شعر بالقوع neither of them had any food in their bags يعني كلاهما لم يكن لديه أي طعام في حقائب هم so لذا they looked up نظروا لأعلى at the branches of the tree إلى أفرع الشجرة this tree is useless هذه الشجرة بدون فائدة ملهاش فائدة one of them said واحد منهم قال هذه العبارة it has no food for us ليس بها طعام لنا there are no nuts or fruit on its branches لا يوجد أي مفسارات أو فاكهة على فروعها but لكن it has shade لكن بها ظل and it's keeping us cool وهي تجعلنا نشعر بالبرودة برودة الجو said the other قال الآخر but the tree heard the first traveler's words لكن الشجرة سمعت كلمات المسافر الأول and it was angry وكانت الشجرة غاضبة قالت إيه how can you be so ungrateful كيف يمكنك أن تكون بمثل هذا النقران عندك إيه أنت كده ناكر للجميل it's الكلام ده قالته الشجرة you came to me feeling hot and tired أنت جئت إلي تشعر بالحرارة والتعب I gave you a cool comfortable place to sleep أنا أعطيتك مكان مريح وبارد للنوم and I probably saved your life وربما أنقصت حياتك look انظر there is no other cool place to sleep near here ليس هناك أي مكان بارد لتنام بالقرب من هنا المسافر نظروا حولهم and saw the tree was correct ورأوا أن الشجرة كانت على حق and felt very sorry وشعروا بالأسى جدا أو بالأسف جدا طيب the moral of the story الدرس المستفاد إيه القيمة الأخلاقية أو المغزى الأخلاقي اللي عايزة تعلمه القصة دي بيقول it's important to give value to small things in our lives يعني ضروري جدا مهم جدا أن نعطي الأشياء قيمة حتى لو كانت صغيرة الأشياء الصغيرة نعطيها قيمة في حياتنا صفحة 100 والساعة 11 general exercise on lesson 2 تدريبات عامة على الدرس الثاني parts 1 and 2 الجزئين 1 و 2 lesson and write 3 T true or F false استمع وي أكتوب true ولا false في عندك نص الاستماع في نهاية الكتاب أقرأوا عليك أركز معي علشان إن شاء الله تختار صح نص الاستماع بيقول trees are tall plants they are very important for our earth trees help clean the earth they give us a gas called oxygen people and animals need oxygen to breathe many animals make their homes in trees some trees can also give us food نشوف الأسئلة number 1 trees are very important for our earth الأشجار مهمة جدا لكوكبنا اللي هو إيه الأرض طبعا العبارة دي true صحيحة يبقى نقول T true صحيحة طيب نشوف number 2 trees give us carbon dioxide الأشجار تعطينا ثاني يكسيد الكربون هي الأشجار بتدينا ثاني يكسيد الكربون لا نبدأ خذ ثاني يكسيد الكربون وتدينا بداله يبقى العبارة دي false خاطئة number 3 people and animals الناس والحيوانات need oxygen to breathe يحتاجوا الأكسجين للتنفس أيوة يبقى العبارة دي true number 4 animals can make their homes in deserts الحيوانات يمكنها أن تصنع بيوتها في الصحراء لا طبعا false خطأ بتصنع بيوتها في الأشجار حسب فقرة الاستماع number 2 read and match A with B أقرأ واصل A with B هنجيب القلم أول حاجة هنا number 1 when something is useless عندما يكون الشيء غير مفيد يبقى هنقول عليه important for humans يعني هام للبشر a little wind يعني ريح خفيفة when I was to عندما كان عمري سنتين we can't use it لا نستطيع أن نستخدمه was amazed كان مندهشا speak English تتحدث الإنجليزي نرجع للجملة الأصلية بتقول when something is useless عندما يكون الشيء غير مفيد يبقى ايه هنقول we can't use it لا نستطيع أن نستخدمه number 2 can you ده بيس can you ايه can you important for humans ولا speak English هقوله can you speak English هل تستطيع أن تتحدث الإنجليزية number 3 why are trees لماذا الأشجار important for humans هامة للبشر a breeze is ال breeze اللي هو النسيم هو عبار عن ايه a breeze is a little wind هو ريح خفيفة number 5 I couldn't read أنا لا أستطيع أن أقرأ أن أقرأ when I was two عندما كنت صغيرة أنا لم أستطع أن أقرأ عندما كنت عمري عامين اتنين شوف هناك number 3 بيو read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب عن الأسئلة once يعني ذات مرة there was a very big old tree in a hot dry land كانت هناك شجرة قريمة جدا كبيرة في أرض جافة حارة it had left for many years عاشت للعديد من السنوات its trunk was very wide الجزعها كان عريضا and it had many green branches وكانت بها فروع خضراء كثيرة it was famous كانت مشهورة because it was the only tree كانت الشجرة الوحيدة where it lived حيث كانت تعيش في هذا المكان and it gave shelter and rest ووفرت المأوى والاستراحة to hundreds of travelers مئات من المسافرين as they moved across the country لأنهم كانوا يعبرون البلد عندما كانوا يعبرون البلد one day زات يوم two travelers انين من المسافرين who were new كانوا جداد to the area على المنطقة were walking across the field كانوا يمشوا خلال الساحة and saw the tree وراء الشجرة it was a very hot day hot dry day كان يوما جافا وحارا جدا and one of them said واحد منهم قال let's stop under that tree دعنا نتوقف تحت هذه الشجرة where there is some shade حيث يوجد بعض الظل that's a very good idea هذه فكرة جيدة جدا said his friend قال صديقه يبا صديقه هو لآل العبارة دي choose the correct answer from a,b,c or d the underlined word white means الكلمة التي تحتها خط وهي white عريض means تعني little صغير small صغير ولا big كبير ولا short قصير لا طبعا معناها big number two how was the weather كيف كان حال الطقس يبا how was كيف كان the weather كيف كان حال الطقس كان ايه cool بارد warm دافئ hot hot ولا cold بارد لا طبعا كان hot الجو كان حار علشان كده هم استراحوا تحت الشجرة answer the following questions اجي مع النسئلة التالية how was the tree useful for the travelers كيف كانت الشجرة مفيدة بالنسبة للمسافرين and one they rested under the tree هم استراحوا تحت الشجرة and enjoyed its shape واستمتعوا بظلها summarize the first paragraph in one sentence يعني لخص الفقرة الاولى في جملة واحدة الفقرة الاولى كان بيتكلم عنه the big old tree الشجرة القديمة الكبيرة هنا بيقول reorder the words يعني اعتردت بكلمات to make correct sentences لتصنع المال صحيحة number one كان يستطيع fast سريع او بسرعة run يعني يجري the line الاسد very جدا نبدأ بيه نبدأ بي the line الاسد كده ده ايه ده الفاعل طيب بعد كده هقول ماله بقى الاسد the line can الاسد يستطيع يستطيع ايه can run يستطيع ان يجري very fast يعني سريعا جدا او بسرعة جدا يبقى very fast number two where كانوا سوق جدا the travelers المسافرون ungrateful يعني هناك رين للجميل هنبدأ به the travelers ما لهم where يعني كانوا كانوا ايه so ungrateful كانوا ناكدين للجميل جدا يبقى a d so بعد كده ungrateful number three live يعني يعيش او تعيش the shells الاسداف المفردها صدفة اللي هو الغطاء الصلب اللي بيغطي جسم بعض الحيوانات in معناها في او داخل snails الحلزونات كان يستطيع هنبدأ ب snails اللي هي الحلزونات ملها can تستطيع تستطيع ايه can live in يبقى تستطيع ان تعيش في تعيش في ايه the shells في الاصداف الحلزونات يمكنها ان تعيش في الاصداف او داخل الاصداف number four could يعني استطاع او استطاعت five خمسة يو انت وين عندما يو تاني بمعنى انت يعني يسبح في الماضي طيب هنبدأ بايه could طيب هقول ايه could اول حاجة هل استخدم could بعد كده يجي مين الفاعل هقول كده could you could you هل انت استطعت could you swim هل انت استطعت ان تصبح when عندما when you عندما ايه when you where عندما انت كنت five يعني سبع سنين هنقول تاني could you could you swim when you where five عندما كنت خمس سنوات هل استطعت انت اصبح عندما كنت خمس سنوات فانكشو ايه ده علامات الترخيم why is oxygen important for animals نبدأ اول حاجة حرف W ده في بداية الكلام why is oxygen important for animals ده سؤال السؤال محتاج ايه question mark علامة استفهاء number two bats can hide in the dark اول حاجة حرف بداية الكلام بات can hide in the dark لجملة عادية خبرية بتقول لي الخفافيش يمكنها ان تختبع في الظلام خلصنا يبقى نضع اخيرها فلسطل number six بيقول write a paragraph اكتب فقرة من 40 كلمة using the following guiding elements باستخدام العناصر الشرية التالية الفقرة عن what could you do when you were free ماذا استطعت ان تفعل عندما كنت ثلاث سنوات عندما كان عمرك ثلاث سنين guiding words الكلمات المرشدة run يجري speak يتحدث اقول ايه اقول when i was free عندما كان عمري ثلاث سنوات استطعت ان اجري بسرعة i could speak a little استطعت ان اتحدث قليلا i could count to ten استطعت ان اعد الى عشرة i could say the letters استطعت ان اقول الحروف i could write few words استطعت ان اكتب كلمات قليلة i could draw a tree استطعت ان ارسم شجرة i could blow bubbles استطعت ان انفخ فقاعات i could jump استطعت ان اقفز i enjoyed going to the club with my parents استمتعت بازهاب الى النادي مع والدي كده كتبنا باريجراف بتاعنا وصلنا لحد صفحة 120 ان شاء الله هنكمل مع بعض من هجنا والسلام عليكم ورحمة الله بك اشتركوا في القناة